طيب باشوانس يعني الملفات اللي ممكن هشام نصر بما له من خبرات إدارية هو شايف أن هي حلول عاجلة لنادي الزمالك في الفترة المقبلة أو في الأشهر القليلة المقبلة وما يخص نادي الزمالك نادي الزمالك هو رقم واحد كرة القدم والألعاب طبعا الرضاية المختلفة لكن وجهة نادي الزمالك هي كرة القدم طبعا كرة اليد بتعمل إنجازات وكل حاجة لكن كرة القدم فبالتالي عندك ملف غلق القيد وبالتالي لسه خالب طيب كمان مليون وتسعمائة يورو فبالتالي كيفية التعامل معها في حلول عاجلة وانت هتبقى داخل خلاص قدامك في حالة لو قدر ليك النجاح وانت داخل هيبقى خلاص فيه أشهر قليلة على فتح باب الانتقالات الشتوية هو أنا في الانتخابات ديت أو في المجلس لو كتب ليه النجاح أنا ليه روحين روح هندسة وروح إدارة رياضية فالهندسة معروف إن شاء الله ملف حروح له يعني معروف يعني اتكلمنا فيها كتير ملف النادي الجديد وطرح النهر ولا مرسى النهر ومرسى مطروح وفرع الأشياء اللي موجود وإن كان نادي الجديد دا دايما أنا لسه كنت بقول لدكتور حسين إنه بيبقى كلام الانتخابات لا المرة دي يقول لأ حل نادي الزمالك من أهم الحلول فيه افتتاح ولو جزئي لفرع 6 أكتوبر في خلال قد إيه أنا أقول 18 شهر تقريبا تلت المساحة الفرع دا تلت أضعاف المقر النادي الأساسي تلت أضعاف وانت معاك فلوس عشان تعمل دا فيه طرق كتيرة جدا للاستثمار وللمشاركة حاجات كتيرة جدا هتعملها بعد ما تستعيد قمتك وإسمك وسمعتك والتزامك وإن الناس تشوفك تفتخر إنها حطة اسمها على التشيرت معاك أو تشاركك أو 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 كل الحاجات دي تتحل بسهولة الملف التاني الرياضة والملف الرياضية يمكن أنا تخصوصي أكتر فيما لعب الصلاة مش عايز أقول الهندبول فولي وباسكت وهندبول وكل الألعاب الأخرى وكاراتي وإسباحة والفكر الرياضي تقدر تدير هذا الموضوع ونيجي للقاطرة الأساسية التي بتهم كلنا بقينا زمال كوية عشان فريق الكورة أكيد صح؟ طبعا أول مشكلة عندنا ملف فتح القيد صح؟ إن شاء الله إحنا هنفتح هنفك القيد وأصلاً اتكون صندوق فيه الحمد لله تبرعات من رجال أعمال كبر جداً من ضمنهم ناس في القيمة يعني وأنا واحد المفروض ما كنتش أقول هذا الكلام أنا لازم أسمع الكلام من المساهمين في هذا الصندوق علشاني بتاحت أمر اللجنة اللي موجودة حالياً اللي حلت بيها جزء كبير من مشاكل النادي زي الأربع العيبة الأجانب زي مشاكل كتير اتحلت عن جزء منها من استحاقة اللعيبة آه عن طريق هذا الصندوق اللي عمل ونزم الكوية ومن ضمنهم إحنا فإحنا هنفتح القيد إن شاء الله أنا حابب بس إن شاء الله إن شاء الله التدعمات اللي تحصل لنادي الزمالك تابع عن طريق سكاوتينج لازم أبعرف أنا محتاج مين فين وقيمته قد إيه سنه قد إيه حيديني فعني يعني يبقى فعلا مش أي حده خلاص لا والمحترفين لما يجي مع أن أنا من أشد أشد المعارضين لخمس أجانب ده خطأ فادح عشان ناشئين عشان؟ عشان تصعيد ناشئين يعني ناشئين الكبار اللي عادين على الخط خمسة مصريين من كل فرقة عادين على الخط طب منتخب مصر فين؟ أنا بش ضد المحترفين كفاية اتنين بيرفعوا المستوى والمفروض يعني أشترت على أندي إن هم ييجوا من كاتجري عالية تصنفهم يبقى لعيبة اللعيبة الصغارين يتعلموا منهم لكن خمسة يعودوا برة والخمسة دول هيستفيد بينهم مين؟ الأندية الغنية فقط والبقين كلهم أنا أسف يعني هيجوا ليفل سي ولا دي ولا حاجة كده لكن لو هم اتنين لعيبة هيبقى متاح لكل الأندية إنها تجيب لعيبة محترفة والدوري بقى قمته تعلى واللعيبة بتاعتي تنزل الملعب تمارس رياضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر